من أجل الشباب من أجل الأجيال الجديدة برشح نفسي أن يكون صوتكم صوت الشباب اللي أخرصوه وكمموه من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة من حق كل شاب يبقى عنده كموح مهما كان كموحه ببير من حقك تحلم أنك تبقى وزير رئيس وزراء رئيس كمهورية مش بس تحلم لأ تأنت تشتغل وتخطط على كده كمان جامرة 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 أياتها الجماهير العريضة أياتها الجماهير العريضة لقدر الشحط نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة لماذا جاءت إنني أرى جحافل أمامي لماذا جاءت هذه الجحافل لقد جاءت من أكل مصر وليس من أجل مرجان وإن أنا أعاهدكم من الآن أنه لكل فرد سوف يكون له فيلة فيلة في الساحل الشمالي فيلة من دولين أربع قوة وصالة فوق وحمامين وتحت في قوضة للدادة وأمام الفلة في حمام سباحة من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفلة غير الجرينة اللي فيها الموز والمطقان واليوستفنة اليوستفنة مهم للشعب المصري فيه جنينة وراء عزين تتزرعوا فيها كنتلوب ومالوا من حقكم إنكم تاكلوا كنتلوب أيوة طالب حافل العظيمة أرجوكم لا داعي الهتفات ودعونا نعمل في الصم من أجل مصر من أجل مصر يا حسن فيني الدائرة فيني الناس العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه ده صوان واحد مقطوع من شجرة الله يا فلد مبلغ للكل بس كلهم للأسف في الصرادق التاني الصرادق مين في حد يمت لا سعدتك ده صرادق دخولنا جهان مراد اللي نزل في الامتخابات قصاد سعدتك جهان مراد بقى الناس بتوعنا راحوا للجهان مراد ومحدش عبرنا أنا خصم شهر لكل واحد حتوفرج إن شاء الله يا باشا طب كلم الوعد عدي يا ابني هو إيه اللي أنا حجيب صحابه بتواجه مع وييجو شوفه ما جاش ليه الاستاذ عدي مش حييج يا خندم مش حييجي ليه ده ما أكد عليها الصباح أصله هو والأنس علياء في الصرادق التاني فين؟ في الصرادق التاني سعدتك بتاع الجهان مراد أيو ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند الجهان مراد أيوة سعدتك ممم على فين؟ أنا رأي عند جهان مراد ولا مورجان ولا تردان إن تخبئ الدكتورة شهان على vais ولا مورجان ولا تردان إن تخبئ الدكتورة شهان بابا هو ده اللي أنت بها تعلمولهم اشتمي بوهم بوسط الناس هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه ده أنا عادت خمسين سنة، عشري بالس أجرم، في الحمام عشان أبوها من شوفنيش يجي اليوم ما لشوف ولادي هزقوني فص الناس يا بتاعة الحضارة بابا اخراس يا بنت خالص اخراسي انت مش لسه واخدة مني الف جنيه الصبح ماشي وانت يا خودي دي انت مغير تلات عربيات في سنتين دي اخرتها برضو بس ما نروح البيت للكوا صودنا النهاردة يلا يا أستاذ مورجان ايوان لو سمحت تتكلم معهم بطريقة كويسة انت يا حتعلميني زي يكلم ولادي يا دكتورة أولادك مش أطفال من حقهم يعبروا عن رأيهم حتى لو كان متعرض مع رأيك يا سلام يا سلام ونبي خليك انت في حالك انا حفولك بعدين يلا التوهية يلا انت مش عندنا في الشركة ايوان اللي جابك اللي جابك هنا يلا قدامي يلا 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 التوهية ايه ده ده الصوم بتاعي والفراشة بتاعتي انتو عمليين الحافلة دي على حسابي كمان ولا مورجانة ولا ترتاني انت خبط دكتورة شيها ونبي خبط دي على حسابي كمان طب من يا دكتور ان شاء الله نجح اكيد لا انا التأخير بتاعهم ده موطرني جدا ده الاستاذ عودي ولا ناس عليها هنا انا ما بكلمهمش انا ما قطعهم من ساعد ما سابونية الانتخابات ما تسلمش عليهم انت بتبصي لهم كده انت الناس اللي هم ولادي متحترم نفسك مش قوي كده نتيجة الانتخابات فوز مورجان احمد مورجان بمقعد الدايرة وحصد اتنين وعشرين الف وستمائة صوت زي 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 زوير الانتخابات ديفو زورة شيف الوقت يا بالكلب ديفو ليه الانتخابات ديفو زورة لحدا جامدين ااوي اوه اتاكوش 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 انتو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في الحب خالص مالي قضيت ايه يا ستة عليها القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك وانتو مستعرين مني ولا ايه لا يا بابا ازاي العفو حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش قدر ينكر ده طاي بس يعني فيك حبة كلام كده يخصوا صروتك مش اوي صورتك شوي طاي انهم نصدق الكلام ده ولا نكدبه بابا حضرتك نقف في مجلس الشعب وده شيء جميل طايب بس فيه كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة طايب ماهو الشجرة المتهزهزها الناس بيزايلها بالطوب تقصت حضرتك الشجرة المسمرة يقذفها الناس بالحجرة ايوة بس يا بابا هقول حضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية واحنا الناس بتتريق علينا وبناس مع ده بوداننا احنا عايزين نبقى فخورين بابابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة بابا يعني هقول لحضرتك على حاجة دكتور جهان مسلا لا يخرب بيت الدكتورة جهان على اليوم اللي شوفنا في الدكتورة جهان انا اشتري عشيزة الدكتورة جهان دي بفلوسي لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوال خلص على اذنك تعال حضرة حافة هنا انا نسا ما خلاصش كلامي ولما اتكلم توقف تسمعوندي للاخر حاضر تفضل يا بابا خلاص لحد هنا الحوال خلص ايه واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعة تقبل خمس دقائق وانت مش حاسس بيا خالص معلش عصلي مجهول شوية اوعد حسن حسن انا حاجة تكسف يعني انا قبس بالا لا عفوة باشا يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط يا أنهر ابيض هوان طالد معا يمكن عشان انت اسبالع حسن حسن انا عايز اعمل حاجة ثقافية تتنسب لي انا قاشار بس انا عايز باسل انا بقى مصاقف اعرف يعني شعر اكتب خصص صور و أيات و ماقالات فى الجرايض والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الهزون الحلزونة جوه متاه والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير السماء بتمطر مسالير الحلزون مكبوت واسير الحلزونة من تحرق فدأ والحلزون خبطتوا عربية عدت مدامة تحرير أقولي أسمعكم آفر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر هقول كل هذا هقول كل هذا هغني وهوهو همأمأ وصوصو هنهق ونونو لكن في النهاية بحب السنونة بحب السنونة بحب السنونة بحب السنونة أنا عايزينك تكرمنا أنت كده بدرب سنونة أبيع نفسي لأول مشتر قاتي أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي حلوه هو أبيع نفس دي ناخدها وديله خمسين جنيه فليسقط الشعر والتنهار وأبيعتي الشعر شعري بساته بساته حلوه قوي برضو فليسقط الشعر دي هنا ناخدهم لتين شعرهم خمسة وسبعين جنيه وركعه للحلزونة هلا مش عدتنا السنونة عدتنا يا باشا راضي عامو إنه رضا في القط عم المعروف مش عراضي هنا بقى طول الليل راجع بقى الحلزونة وحساب السعر بقى الكتاب تلعب المطباعة يا باشا طباعة زي الفل هتلاقي كمال في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك أعمال إيه؟ المصانع والشركات إحنا بقى نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخدوا الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق لا بقى إحنا نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخدوا الضجة بتاعته ومننزليش السوق ليه حضرتك؟ حد حشتري كلام الفارغ ده حسن وبعدين أولادة لو أروا الكلام ده حتبقى مصيبة اللي قال دي بتفهم اللي حلزونه جوه؟ موجودة ساعتك طيب اشتري كل النسخة حسن حاضر ساعتك إيه في حاجة؟ هو في مشكلة كده ساعتك لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعتها انظر لسيادتك ليه؟ عشان ساعتك للسعق بيت نايب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جالسان الناس بتاعت دايرة ما بيشوفوش ساعتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا والناس بتاعت دايرة عرفوا إزاي اللي أبا بحطاش جلسات مجلس الشعب حضرتك الجلسات دي بتتايل في التلفزيون على الهوى فغيرت يعني تحضر ولو جالسان لا ما أنا ممكن لاحضر ومطلعش برضو في التلفزيون الاستاذ مندوح نصر مين؟ الاستاذ مندوح نصر مخرج التلفزيون اللي بنيه جلسات مجلس الشعب قعت مكتبي بره شرب شاب الياسمين؟ وكيفه أوى باشا سيد الرئيس لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن الزجود عنه إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة هناك حالة من العبث فوضى ايو حسن شايفني في التلفزيون؟ دا انت ننور الدنيا كلها يا مورجان بايه؟ ما حدش طالع في المجلس غير ساعتك بدلة حلوة هاي لا بس ساعتك لو تجيب الكريفات كده شوية؟ كده كويس حسن؟ أمر أوه ساعتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا الوضو مورجان أحمد مورجان سيد الرئيس حضرات الأعضاء الموقرين أنا بس عاز أرد على الأخ اللي بتكلم على الأطرات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض لا أبا لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية من أربعة أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل ما حصلش أي حاجة والركاب كان السعاداء كلهم قاعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها وإحنا نقعد بقى نمسك في الأطرات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط لا يا جماعة لا نيجي لرغيف العيش اللي عمال يقولك ده فيه مصامير واللي يقولك ده فيه إزاز واللي يقولك ده طعمه مش عارف إيه طب أنا النهاردة بقى وأنا جاي لمجليسكم الموقر عديت على فرن فرن بلدي عادي خالص بس جبت لغيف عيش أنا بس هوريكم عشان حضرككم تتأكدوا بنفسيكم لغيف عيشة هوا بشلر بخمسة قروش زي الفل ده بس كويت يا جماعة مش عيش فضل لحاجة دوقي دوقي حاجة دوقي معلم دوق 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 ما ههمكش هو إيه المشكلة في إيه الوادي اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بيأكلوا قبل ما يروح بيتهم أمه تسألوا وقول لها مليان مصامير ومليان إزاز يا جماعة هي دي المشكلة إلي إخوة الأعضاء الأيام دي مسكن لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب دي مناعة بتدي مناعة للمواطن المصري قلت أمي السعب بتدي مصر لبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض ده بيدينا مناعة يا أخوانا الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي ومالهو بيقولك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه الخوجات بيجوا ياخدوا مناعة من عندنا انت بتقولوا إيه وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين مش جاي من الشعب المصري ورايحة للشعب المصري نيجي بقى للإخوة اللي بتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس أنا هقول لكم على حاجة حصلت معي أنا الشخصية أحد العمال اللي عندي أفشوف اللبنة وأدو القسم بعض يومين ثلاثة قلت روح أخرج الولد روحتول القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل شيل وعملين له طرطة وبيحتفلوا بعيد ميلاده وكل قسم عمالي يغني هابي بير دي تويو أنت بتنقية يا جماعة لا 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 نيجي بقى للإعلام الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا أخواننا فيه طف ربيرة حصرت في الإعلام المصري وفي التلفزيون الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل بربعة أيام الشعقات مالية البلد عن أنفلوانزة الطيور دي إشاعات مغرضة أنا جاب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد دي زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم فرخة هي بس مجهدة شوية إنما الفرخة قدام حضراتكم هي زي الفل دي زي الفل ناكو فرنا كمعان الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملون لها الدوشة ما تخس خسوا لو تريحها نفسيكم انا عند مشروع هاية يريحكم البلاوة دي كلها سكك حديد مورجان انا حدفع للدولة مبلغ مخترم واشتري السكة الحديد وتسوبونا بقى احنا والقطارات نقبض فرعا خظيمة احنا بندرس ده فعلا فعلا شكرا يا مورجان بي شكرا يا فعلا برسيوها السلام انا بشكرك يا مورجان بي علي ايه فنم يا اخي مرابط والله ابن حلال بالمناسبة دي انا بهدي لسيادتك الكتاب ده كتاب ايه ده دوان شاعري من تعليفي اسمه ابيع نفسي ابيع نفسي العنوان حلم عنوان صادم حقراء وقولك رأيي عن اذنك مع السلام افن جائزة المجلس الاعلى للشاعر والادب احسن شاعر في مصر فاز بالجائزة الشاعر مورجان احمد مورجان عن دوانه ابيع نفسي ايها السادة ان دوان ابيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة انه عصارد الامل واي امل ان ابيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الانسان المصري بل ليس الانسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للانسان العربي وبهذه المناسبة اهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر بكاد يا بابا مش ادرا وصفلك قديكو التفخورة وانت بتاخد الجائزة بس برضو يا بابا حضرتك غلطان ازاي كل ناس يبركلنا واحنا ما نعرفش بيبركلنا علي ايه وانتو مقرتوش الشاعر مهو انت ما سبتلناش ولا نسخة وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليها وعليها اهداك وانا عاوز عشرين نسخة عديهم لصحابي بابا انا قلبت الدوني عدوان ما لقتوش مهو مفيش ولا نسخة كل النسخ نفذت اكبر نسبة مبيعات في تاريخ الادب العربي طب مفيش طبعة تانية معنى عمانة الطبعة التانية قبل الاولانية والاتنين نفذوا برضو الحمدلله انا بس يعني عايزة اعرف حاجة وسط مشاغلك دي كلها جبت الشارة ده كله منين والله يا علي يا بنتي ساعات كده روحة وصغيرة مع المهمشين والبساطاء وعوداش المعروح اه لعجاتي انت تعرفها اه بروحي ناك كتير حضر ندوات بس عملي ما شفتك هناك طب ما تروحش بعد كده ليه يا بابا انبالح البوكس جي لم كل الشارة اللي هناك وقفلوا القهوة طب عايزة اقولك ان احنا محضرين لك مفاجأة ايه هي دكتور شيهان عايزة اعملك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة